اشتركوا في القناة بستة الصواريخ من قبل الميليشيات الصواريخ وقعت على المدارج المطار وأصابت طائرتين من الطائرات الجاثمة على المدارج هذه بأضرار طبعا سارعت هيئة الطيران المدني بتصريح وبعدها خلية الإعلام الأمني أيضا قدمت تصريح آخر هذه قدمت بيان وهذه قدمت بيان بيان هيئة الطيران المدني وبيان خلية الإعلام الأمني البيانين أحدهما يناقض الآخر بيان يذكر أن القصف وقع على مدارج المطار وأذى طائرات وطائرات تضررت والبيان الآخر يقول أن القصف لم يحدث أي ضرار وأحدث أضرار بطائرة قديمة متروكة في أحد المدارج البعيدة وبالتالي إذا كان يحدث ضرر أو لم يحدث ضرر وهو أحدث ضرر القضية ليست هنا لكن قضية في الميليشيات التي تقصف بهذه الطريقة الميليشيات التي سنوات تقصف المنطقة الخضراء التي تستعرض في بغداد وفي شوارع بغداد وتقف أمامها وتخترق من منطقة الخضراء وتدخل من منطقة الخضراء وتهدد علنا ولا أحد يستطيع أن يحاسبها ولا أحد يستطيع أن يقول لها ماذا تفعلين هذه الميليشيات هي هذه القضية من البداية كان الوضع معلوم أن هذه الميليشيات منذ عام 2003 وتشكيلها ونموها وتعمقها وتوسعها وتكاثرها وتناسلها سيؤدي بالنتيجة إلى هذه الفوضى والفوضى بدأت وجود هذه الميليشيات والحصابات والمكاسب ولها مساحات يجب أن تتحرك بها ولها سلاحها ولها قواتها ولها أتباعها في الجيش والقوى الأمنية والقوى الاقتصادية والسياسية وبكل مكان ودخلة العملية السياسية ولديها ممثلين في البرلمان هذا واقع الحال وبالتالي هذه الميليشيات لتسند القوى التي تحكم الهواق وكل الأحزاب التي في السلطة في العملية السياسية لديها ميليشيات حزب الدعوة وغيرها والمجلس ومقتدى الصدر كلها هم ميليشيات وكلها تابعة لإيران وإيران من تمولها وإيران من توجهها وإيران من ترعاها وبالفترة الأخيرة عندما حصرت إيران هي بدأت تمول إيران وتضغط على العراق وتسرق من العراق أموالها واقتصادها وتسخره لصالح الاقتصاد الإيراني هذا واقع الحال وكل العالم تعرف وبعد 2014 شكلت ما يعرف ب الحجد الشعبي وجبتوا كل هذه الميليشيات وقلتوا في هذا الإطار وسويتوا شرعي وقعد البرلمان صدر لقانون قال هذا قانون الحجد الشعبي وإذا بكم أنتم شرعتوا للميليشيات وبالتالي هذه الميليشيات هي اللي تقول أنا الدولة ولا دولتها إلا أنا هذا واقع الحال وبالتالي الآن يعني تغتظون من فعل الميليشيات والميليشيات يجب أن كذا وكذا هذه قضية أخرى قضية معيبة أنتم من أطلقتم هذه الميليشيات أنتم من رعيتموها أنتم من سلمتم لحاكم لهذه الميليشيات وبالتالي تتصرف كما تشاء تحلقها بالطريقة التي تراها مناسبة هذا واقع الحال فأنتم بعد ذلك يعني يعني تنزعجون وتهددون ولا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً الميليشيات هي التي تهدد هي التي تستطيع أن تفعل كل شيء ولا أحد يستطيع أن يمسها هي من تعتقل هي من تقتل هي من تقتل هي من تهدد هي من تنفذ من سنوات هي تقصف المنطقة الخضراء وتقصف مقر الحكومة وتقصف السفارات ولا أحد لا أحد يشير لها يعني لا أحد يقول عنها شيئاً سوى بيانات وأمن العراق ثابت وعلى قولة وزير الدفاع الحالي يقول صاروخ صاروخين ما تأثر على سيادة العراق هذا منطقة الغريبة العجيب لكن بالتالي يعني سالصواريخ على مطار بغداد لا تؤثر على سيادة العراق وسيادة العراق غير موجودة واستقلال غير موجود هذا واضح وأهل العراق يعرفون هذه القضية وكل هذا مرهون لإيران وبالتالي كل هذه العملية السياسية كل إرادتكم كل اقتصادكم كل سياساتكم كل توجهاتكم كل 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 الوضع السياسي في العراق ووضع العسكري والأمني مرهون والاقتصادي مرهون لإيران هذا واقع الحال عندما الناس خرجت وتظاهرت وقالت إيران برّ برّ تقصد هذا تقصد أن إيران داخله في كل شيء داخله في عروق العملية السياسية وهي من تؤسسها وهي من ترعاها وهي كل هذه الأعزاب تابعة عنها فبالتالي وصلنا إلى حاله أنتم الآن تريدون تتمردوا على الميليشيات لا تستطيعون لأنت جزء من عده وهم يقولون نحن من وصلناكم إلى سدة الحكوم ويتباهون بهذا الموضوع ويقولون لا تستطيعون أن تزيحونا وصلنا إلى حاله بهذا المفهوم لأن العملية السياسية للوضع السياسي لأن النظام السياسي في العرب مصمم على أن تقول له ومثل هذه الأدوات الميليشيائية والعصابية فبالتالي قصف مطار بغدار قصف منطقة الخضراء قصف مناطق أخرى يعني حصلة وسيحصل وسيتكرر كثيرا وهذه الميليشيات لا يمكن إلا أن تشكل رقما واقعا على الأرض لأن الأحزاب والقوى الحاكمة للعراق تابعة لها فبالتالي هي تحكم وإيران بالتالي هي من يحكم وهي من تتصرف والعملية السياسية إن لم تزاح من العراق إن لم تنتهي هذه العملية سيبقى تأثير الميليشيات وسيبقى هذه العصابات تتز العراقين تتزأ منهم واستقلالهم وسيادتهم هذا واقع الحال وهذه الرسائل التي وجهتها الصواريخ التي أطلقت على مطار بغداد هذه الرسائل التي رادت الميليشيات أن تقول لها نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان وذا عدتكم قدرة واجهونا هذا واقع الحال وهذه هي الرسائل الحقيقية وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة